كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح نحكي عن طرق التضخيم وشو سلبيات وإيجابيات كل وحدة منهم وشو المناسب إليك عنا طريقتين للتضخيم الطريقة الأولى ديرتي بولك يعني مسموح لك تأكل من جميع مصادر الأكل من حلويات من سمنة زبدة وجبات سريعة أي شي بيخطر على بالك الطريقة الثانية هي الكلين بولك أكلك بدي يكون من مصادر نظيفة حلويات ممنوع وجبات سريعة ممنوع زبدة سمنة ممنوع كل شي بدي يكون نظيف ودههم بدي تكون صحي طيب شو الإيجابيات والسلبيات؟ هلأ الديرتي بولك في ناحية إيجابية جدا رائعة اللي هي بيخليك ترفع أوزان تقيلة يعني إذا أنت شخص أوزانك مو عالي بالجم هذا النوع من التضخيم بيخليك ترفع أوزان كتير عالي من إيجابيات الديرتي بولك كمان أنه بيخليك تبني عضلات بشكل أسرع من الكلين بولك لأنه فيه سعرات حرارية كتير عم تفوت على جسمك شو سلبياته؟ بيخلي نسبة الدهون بجسمك تزيد بشكل كبير فلما تجي تنشف نسبة الدهون هاي رح تاخد معك وقت طويل لحتى تروح وترجع للشكل اللي بدك إياه فرح تتعذب بحمية قاسية وممكن تنكسر إرادتك أثناء فترة الحمية ما تعرف تكمل فبتبتلي بالدهون بتبطل تعرف تتخلص منه طيب نجي للكلين بولك من إيجابياته أنه أول شي ما بيخليك تحط دهون كتير يعني ممكن نسبة بسيطة فلما تجي تنشف المهم جدا سهلي عليك لحتى ترجع للشكل المطلوب وكمان جدا صحي للجسم أكتر من الديرتي بولك نجي لسلبيات الكليين بولك رقم واحد وطيرة بناء العضلات ممكن تكون أبطأ أو أقل شوي من لما تكون عامل ديرتي بولك فممكن ياخد معك الموضوع وقت أطول شوي لحتى تشوف نتيجة رقم اثنين الطاقة برفع الأوزان أقل بكتير من لما تكون عامل ديرتي بولك طيب شو المناسب إليك أي واحد منه إذا أنت شخص نحيف كتير وبتحس جسمك هزيل ما في طاقة برفع الأوزان ومعدل حرقك عالي صعب جسمك يحده هون فلازم تروح على الديرتي بولك إذا أنت شخص جسمك فورا بيحده هون وبتجاوب مع الأكل بشكل سريع روح أعمل الكليين بولك طيب كيف نحن ممكن نعمل كلين بولك أو ديرتي بولك في قاعدة أساسية هون أول شي رقم واحد لازم يفوت على جسمك كل يوم اثنين ونصف جرام بروتين لكل كيلو عضلات من جسمك إذا أنت عامل كلين بولك بدك تكون حاسب حاجة جسمك اليومية من السعرات الحرارية وتطلع فوقهم 350 إلى 500 سعرات حرارية عموما الكارب بده يكون ما بين 4 إلى 6 جرام باليوم لكل كيلو عضلات من جسمك والدهون ممكن من 3-4 جرام إلى 1 جرام وربع لكل كيلو عضلات من جسمك هاي النسب ممكن تطلع شوي تنزل شوي حسب طبيعة الجسم وردة فعله إذا أنت عامل ديرتي بولك فلا تحسب الكاربوهيدرات والدهون كل اللي بدك إياه ولكن تأكد أنه يفوت على جسمك كمية البروتين اللي حكيناها 2.5 جرام بروتين لكل كيلو عضلات من جسمك باليوم هاي الحمية شباب يعني ممكن تعمل شهر مثلا ديرتي بولك ترجع تعمل كليم بولك ما في قاعدة أساسية لكل الناس شوف طبيعة جسمك أنا أعتقدك تكره بشكل عام عن الموضوع وانت يتصرف هذا كل شيء اليوم أشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة